هذا الحبيب عزيزي أولا سأذكر ما هو الثلبي في هذه القراءة هذا الحبيب أولا ربما هناك طرف آخر سبب المعاناة هو أن هناك طرف آخر كذلك هناك مسافة جسدية ربما البعض منكم قصيرة لكن البعض الآخر هناك مسافة طويلة هذا الحبيب قال لك كلام جارح أو تصرف بطريقة غير ناضجة وأنت يعني هذا التصرف وهذا الكلام أثار غضبك أخر أثار غضبك طبعا أنت حزين لكن أنت تعرف ذلك سنتكلم عن الحبيب ماذا فعل وماذا سيفعل أخر أنت بسبب عظم النضج هذا الحبيب أنت هربت أخر أو هو ارتكب خطأ فرحل نعم هذا الحبيب أصر يعني هو قال لك كلام جارح قال لك كلام يعني أثار غضبك وكلام جارح يعني كلام لكن لكن هذا يعني الشخص الذي لا تهمه نعم يتصرف يعني يتجاهلك نعم الإنسان عندما يعني لا يحبك لا تهم يتجاهلك يعني لا يقول لك لا كلمة ولا كلمة يعني لا يضيع طاقته فيك أنت وخة لكن هذا الحبيب رغم تصرفه الغير الناضج والمجنون يعني تصرف بحل حمق وخة هو هناك عواطف ومشاعر جميلة هو حبيب الروح توأم الروح تتكرر يعني لا شوفوا انتهينا بالعشق وبدأنا بالعشق والحب والعطاء وربما هناك حتى أطفال وخة وهنا تدخل ربما طاقة سلبية وخة في هذه العلاقة هناك طاقة حسد وخة إذن تكلمنا عن يعني أسباب هذا يعني هنا مشاكل وغضب إلى آخره وخة هذا ما حصل بينكم وهذا سبب الدموع وهنا كان مسافة هذا الحبيب ذهب أو أنت هاربت من تصرفه وخة لكن هذا الحبيب عزيزي أو عزيزتي ينتظر يعني هو مرحب فقط هو مرحب وخة هو يريد العطاء وخة يريد العطاء يريد أن يفرح معك وخة يريد بداية معك هذه يعني هي كارت يعني لنيون يعني يجتمع الحبيب والحبيبة هذه وشوفوا يجتمع الحبيب والحبيبة وما فوقها هو الحبيب والحبيبة العشاق البعض منكم ربما كنتم متزوجين والبعض الآخر ستنتهي نهايتكما بالزواج من كان متزوجا سيعود ومن لم يكن متزوجا أني لكن بالله أنا فقط أتكلم بطريقة عامة لأني ما أشوف ما أراه ما أشوفه لا برضو أسف ما أراه في يا الله ما أراه في الكرد المهم أسف هذا الحبيب عزيزي مرحب ينتظرك نعم وحب المتبادل بدون شك وخا هو هذا لكن هذا الحبيب في يدك أنت هو أأمر وهو سيلبي أأمر وهو سيطيع وخا هو ينتظر منك غير إشارة وحدة بشير مرسه في النار يعني إذا أمرتها أو إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار فسيفعل يعني أنت أقوى لماذا لأن أنت طقتك كانت دائما جميلة نعم العطاء القرم الحب النقي والصفي لكن الحبيب غير مراضي وتصرف تصرف صبياني لكنه توأم الروح وسيعود وخا تفكيره هو هو أنت أنت وأنت ليل نهار وخا هو لا يتكلم لأنه يخاف يعني يخاف يعني هو يعرف أنه فعل شيء يعني لن تسامحه بسهولة لذلك لا يتكلم كذلك أرى طاقة سلبية حذاري طاقة سلبية وهذا الحبيب يشتاق إليك بزفر أنا كذلك أرى معاناة وخا هنا معاناة وهذا الحبيب يشتاق إليك أوصير يشتاق يشتاق بزف بزفر لماذا لأنه بحيد عنك أهما كانت المسافة طاويلة أو قصيرة المسافة الجسدية فهو يشتاق إليك كثيرا بزفر وخا أنت تريد طبعا بداية جديدة مع هذا الحبيب وخا تريده أن يتكلم أنت لم تفقد الأمل أنت تعرف ولم تستسلم أنت تعرف أنه حبيبك وخا وخا ولم تفقد الأمل لأنك تعرف أنه حبيب والروح وتوأم الروح وخا والله سيجمعكم قريبا كما قلت لمن كان متزوج هذا الحبيب سيعود سيعود لأنه يحبك سهل يحبك ومن لستم متزوجين هذه الحكاية ستنتهي بالزواج يعني واضح شوفوا واضح وخا ستنتهي بالزواج لكن هذا الحبيب يحتاج لأن يرى إشارة منك هو قلت أنه يخاف طبعا يخاف جزء وكذلك اندمان على ما فعله لكن هذا الحبيب حبيبتي لا يعرف العيش من دونك لأنه يحبك والله سيجمعكم هذه الكارتة الروحانية تقول أن الله سيجمعكم قريبا هنا كزواج وخا هذا الحبيب سيتحرك هذا ما قالته العربة سيتحرك سيذهب لحبيبه وخا لأنك أنت حكاية القصة ديلكم مكتوبة في يعني لابد أن تعيشوا معا وخا لابد لابد يعني هذه قراءة واضحة سهلة يعني رغب المشاكل ورغم الطاقة السلبية أنا أرى هنا الكثير من الفرح مع هذا الحبيب وخا سنشوفوا ماذا ستقول لنا هذا الكارت الرمزي تصير أن هناك أطفال هناك أطفال أنت لا تفقد الأمل أنت لا تفقد الأمل وأنت تنتظر هذا الحبيب أنت لن تتحرك أنت لن تتحرك فقط تتحرك روحيا وخا تطلب من الله لكن لن تتحرك لأنك أنت غاضب من هذا الحبيب وتريدها أن يتحرك هو وهذا ما سيفعله وخا هذا ما سيفعله هذا الحبيب يعني سينضج هذا ما تقول كارت الأمبراطور وسينضج لكن فيما يخص حبك وسيتصرفك المجنون لماذا؟ لأنه يحبك وخا كما قلت إذا طلبت منه ولا لا تحتاج لأن تطلب منه أن يرمي نفسه في النر فهو يشوفه يقفز يعني الجبال يعني المخاطر وسيضحي باللاتي كتشوفوها أم لا؟ نو؟ يا الله يا كارت أرجوك ما كتبانش مهم لن أضيع الوقت أنتم فقط استمعوا لكلامي فأنا أشرح لكم كارت هذا الإنسان سيضحي سيتصرف كالمجنون شوفوا هناك يعني هناك مسافة شوفوا الكارت سبحان الله يعني هناك انسجام وتكامل مع الأرقب هناك مشكلة لكن أنتم حبوكم قوي بزر وهذا المشكلة هو شيء بسيط فقط وخا شيء يعني ليست له أهمية كبيرة يعني لا داعي لهذا الغضب سمحيه سمحيه فأنت تحبينه وهو كذلك يحبك وخا وخا وهناك طاقة طاقة سلبية بينكما لكن الحب سيتجاوز كل هذه المشاكل وأنتم يعني غادي غادي تكونوا يعني في تواصل سيعود هذا التواصل سيعود هذا الحياة ستجمعكما من جديد وخا وهو سيدافع نعم سيدافع 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 سيخطط هو اندمان ويعرف أنه يعني أخطأ في حقك سيتحرك تقول هذا يعني ما قلته سابقا ستتكرر صافي هو اندمان بزاف لأنه يحبك وهو يحس بأن الحياة من دونك الحياة من دونك جحيم كالجحيم شوفوا هذا الرجل يعني في جحيم كل شيء أسود وكما هناك يعني كل شيء أسود وقبيح بزاف وهناك ضد مهم أشباح وما أشيقة بها بزاف هذا الحبيب بعيد عنك هو يعاني يعاني كثيرا إضافة إلى أنه يحس بالندم ويحس بأنه فقد حبيبك وخا أنت كذلك تحس بنفس الشيء لكن النهاية يعني نهاية جميلة هذا الحياة شوفوا ما قلت لكم إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار هذا مستعد وخا يرمي نفسه في النار من أجلك وخا لماذا؟ لكي يعود للحياة لأنه بدونك هو ميت وخا كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة بزاف لنرى ما هي نصيحة الرسالة السماوية باللاتي أخذ أحلى من هنا الأمال لا تفقد الأمل طبعا أنت لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل والتوازن والعطف والإحسان وخا الأمل لا تفقد الأمل العطف والإحسان ربما أنت يعني تجاه هذا الحبيب لأنه نادم على ما فعله الأمل لا تفقد الأمل لماذا؟ لأنها كده سترجع التوازن التوازن للحياة هي في الحقيقة كانت قراءة جميلة يعني هناك نعم بعض الطاقات السلبية بعض شكامة وطاقات سلبية وربما حتى طرف آخر تدخل لكن الحب أقوى من هذه الطاقات ومن هذا الطرف الذي تدخل وخا سيتغلب الحب على كل شيء شوفوا العزلة يعني أنت بتاعت أو هو بتاعت وهذا جيد لأنه يعني هكذا يحدث النضج وخا وهذا تقول أن تتعلموا أن تتعرفوا على بعضكم وخا يعني هذا الإنسان غير ناضج وربما هو يعني لا يعرفك جيدا ولم يقدرك وخا لكن الآن يعني الأشياء تغيرت وخا وهذه تقول قريبا قريبا سيأتي قريبا سيأتي سيأتي قريبا يعني ما تتمنى سيأتي قريبا لكن عليك أن تكون يعني صارما ووافقا من نفسك وتعرف ماذا تريده أنت تريد هذا الحبيب أن يعود فسعوا يعني نتكلم عن قانون الجاذبية وخا يعني أنت تريد أن يعود تريد أن يطلب منك السمع فسيفعل ذلك فقط يعني أن تكون في مكانك وخا كن في مكانك لا تفقيد الأمل والأشياء ستحدث وفق ما يعني ما خططه القدر وخا لا هربا ولا مفر من هذه القصة لأنه حابب الروح وتوأم الروح وخا رغم المشاكل التي حدثت كانت قراءة يعني سلسة سهلة جميلة عجبتني بزب كان كل شيء واضح والكرت كما أنها تتكلم لوحدها وخا عجبتني بزب وشكرا على هذا التقل التي وصلتني من عزيزي برج العقرب يعني أنت ما كنت تنتظره منذ زمن طويل سيحدث قريبا هذه القرط الأخيرة وخا سيحدث قريبا وخا كانت من لكم الخير وشكرا على هذه التقل التي ترسلونها لي شكرا بزب لا تنسوا أني دائما كندعي معاكم كل تعليق عفوا كل تعليق أقرأ وهو أرى أنك تعاني أو أنك تعانينا يعني أغلبية كنا نساء كنقرأ وكنشوفك أنك تعانينا أنا أدعي معاكم لا دعي يعني لا تطلبوا مني يعني ندعي معاكم أنا أفعل ذلك يعني من تلقاء نفسي وخا دائما أفعله أفعل ذلك دائما وخا غير كنقرأ شي تعليق هكا يعني حزين محزين كنشوف يعني أنا دغية كنحس بالحزن ديالك أنا كندعي معاك يا الله وكنتمنى توصلك هاد هي يعني هاد الإيجابية ديالي وهاد حبي يعني أنا الإيجابية شيء جميل لكن أنا أرسل لكم حبي ليس فقط طاقة الإيجابية وكعاطفي ويعني كل أجمل ما في روحي أرسله لكم يا رب إن شاء الله يوصلكم أتمنى لكم الخير كنبغيكم بداية شكرا لكم